فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية سبحان الله إليكم وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى قوله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلى قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار وبين من آمن بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة نعم هذه كآية المائدة هذه كآيات المائدة بدأ بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى قوله تعالى إنما وليكم الله ورسولهم والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين فالآيات في هذا واضحة رضوح الشمس في رابعة النهار أنه لا يجوز للمؤمنين أن يحبوا الكفار أو أن يناصروهم على كفرهم وعلى شرهم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يعني في المواريث فالله قطع التوارث بين المسلمين والكافرين إلى يوم القيامة ليس هذا خاصا بالمهاجرين والأنصار وليس هذا خاصا بالكفار في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو مستمر ما بقي الكفر والإيمان على وجه الأرض